لما نذكر مصدر الشي تفهم في الشكل تفهم المقصد منه وشي او منية منه وشي مثلا فرضا مصدر العقال او الشماغ بالنهاية لما تلبس بطريقة معينة مع الوقتها طورت انها وصلت لدرجة اللي حالي يشماغ وعقال كذلك مثلا مصدر فرضا كمثال القلابي حق فرضا مصدرها بقدر رسمية هكذا جانب فرضا كرفتها عنده مثلا مصدرها بندانة سابقة وغسعة ذالية في الركوب مصدر القفل طرق ركوب السهلات الأخرى بشكل باخرى بشكل باخرى عدة مصادر لكن بالنهاية هي وضعية معينة ورقوبة الحصان يحسون انك اذا سويتها بتحكم فيه فيطلبونها مستفى نظر عن ليش طلبها طلبها مقاتل الثيران عند الثور طلبها راعي البقر عند البقر طلبها راعي الدرسات في مسابقة الدرسات بالنهاية مصدر الطريقة من البشر عرفوا فترة من الفترة من الوضعية هذه التقويسة الإيجابية اللي ما فيها سحب والحصان بس مفضلي من تكي تسهل عليك التحكم في الحصان فطلبوك في مصدرها بنهاية وضعية انترى انها بتخليك تحكم في الحصان فلو جبت الوضعية بدون ما تتحكم في الحصان زي ما يجيبها اغلب رابعين صارت خطأ معدي ميزة في التزليق او في مواكب او مصدرها وشو مصدرها انك راكب الحصان بدون ادوات مساعدة لك فتحاول تتحكم فيه وشو مطيح مصدرها باختصار تحس انك راكبت خطأ بالطيح اسهل مما يطيح لراكب سرج وعدوات وغيره فانت تحكم عشان ما تطيح فكل ما حسيت باغتلال التوازن اضطريت تحكم مو بس رغبة بالتحكم رغبة مشعدم السقوط فمصدر الطريقة هو الاوضاع اللي تخلي توازنك الاوضاع اللي تخليك تحس انك في خطر كل ما حطت نفسك في وضع تحس انك جسمك فيه خطر ستؤدي الفكرة هذه انك تحكم في الحصان تحكم زايد كود او ركود يعني ان تراكب الحصان او تقاود الحصان او متعامل مع حصان بدوك الى اخرين طالما ان الوضع اللي انت فيه فيه خطورة وتحس ان تحكمك في الحصان سيجعل هذه الخطورة تزول تضطر انك تركبه طريقة او تضطر تسويها فمصدر الطريقة اصلا هو الاضطرار انك مضطر تسويها ولاست مخيضة كي طريقة طبيعية فطرية وطريقة مكتسبة زي ترك ركب الاخرى فحتى طرق الركب الاخرى رغم انها لها مصدر واضع لها بالنهاية بشكل اخر مكتسبة اما انها تخذتها من فلان او علان او حتى لو ما قدتها منه بالنهاية انتخذت اخكار اعتقدت انها تؤدي التحكم فرد ان شفت التقويس مع اغلب طرق الركب الصحيحة الاخرى طريقة واحدة انك تثبت ثبات صحيحة وانك تثبت خطر انك تشعبط لانك مع الوقت تضطر جسم انك يعرف انه كافني بس تشعبط مع الوقت يجيني حصان ذكي او قوي او سريع حتى تنسرني مع الوقت الجسم انك يضطر انك تتحكم في الحصان عشان يسهل عليك الثبات لانك فقط انا بغى اتحكم في الحصان فوضاع صعب يشوش ينطلق يحطر يقمس يهجم يهجم يرفس الى اخرى يتحمس الى اخرى النية تكتب انك امانك ابغى امان جسمي امان جسمي ينطلق السقوط واختلت الوازن امان الالم انك لا يرفس انك تسيك فعشان تضمن الامان اتهيت تحكم وهي طريقة مصدر التحكم كما تقول لكم انك تتحكم لكن مش مصدر الطريقة التحكم الان يضطر التحكم فلما أبطل يتحكم ارتشفوا الطريقة لا، ارجع للمصدرات لاحظة انها اعتقد ان التقويس تحكم فاجبر الحصان على التقويس فاخترع الطريقة تفيد مع البعض لا تفيد مع البعض الآخر هنا مصدرها باختصار تحكم فلو فرضنا تجاك حصانة ما نفع معها لنفع مع الخيل الأخرى بتضطروا تواكبه فما علوة بتتضح لك ان الخيل كلها صحيات تسحبها تفضي التفكي الخيل كلها بتمروا بالثناث مراحل هذه نعم اذا يسحب اكثر من ذا ذا يفضي اكثر من ذا ذا يتكي اكثر من ذا بس كلها بدون استطلاب تسوي الثلاث قبل وبعد واثناء ما تسوي شيء معايا لتشنيع قام صعب الى الاخرة ومواكبتك لا تؤدي التحكم فنعم الخيل مختلفة لكن الفكر او التصرف عند الخيل يبقى بحدود معينة تفضي وتفضي وتتكي مواكبتك لها يجعلها تحسم عدم مواكبتك لها يجعلها تسوق فكلما كانت الطريقة مصدرها اصلا وضع مضطرك انك تطلع على الطريقة كانت فطرية طبيعية ما تحتاج احد يعلم كياها بقدر انك لو حطت نفسك وضع معين سويتها اغلب طرق الركب الاخرى تشبه مستحينا ان الشخص يخترع من نفسه مكتسبة وحتى اللي بالفعل خداها بشكل مو مباشر من فلان وعلان بنهاية شاف فلان وعلان وخدا اشياء منهم مشكلية فلما سوى الوضعية المقاربة لهم صار مقارب لهم في الطريقة فرضا ما اخذ الطريقة من فرنسية وشبانية وغيرها وبنهاية يبغى التقويسة حقتهم وبنهاية ركبتها تزليق طريقة فطرية طبيعية الشخص ممكن ما تعلم ابدا عنها لو حط نفسه في وضعك الاتقانها والدليل ان حتى لما تعلم هي صعب يتقنها ويمشي زين فيها بدون ما يحط نفسه في وضع مقارب للوضع اللي انت لما كنت فيه اختعت الطريقة الوضع اللي اضطرك انك تسوي الطريقة هو الطريقة الوحيدة اللي يتخلي الشخص نفسه يتقن الطريقة حتى انك تشحله لابد تحطه في وضع تضطره ان يسوي ولا ما يسويه عكس ركب الروكب الاخرى ممكن تشرحها شفاهية اصلا ولما يجي طبق يطبق الطريق مقبول انها اصلا طريقة مكتسبة بفطرية تعليمية ان تعلمها الشخص مو شي سوي من نفسه بما تعلمه اندخو الوضع